موسيقى انتهت قصة اختطاف حاكم ولاية في كولومبيا بمأسى قتل الرجل بعد ساعات من اختطافه من منزله بجنوب البلاد متمردون يساريون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم فارك الكولومبي الثوري كانوا قد أغاروا على المنزل أثناء الليل واقتادوا لويس فرانشيسكو حاكم ولاية كاكويتا إلى مكان مجهول وقتلوا ضابطا من قوة حراسته بعد وقت قصير أعلنت النهاية الدرامية أحرق الإرهابيون السيارة التي اختطفوا فيها الحاكم وبعد فترة قتلوه ذبحوه قتلوه على نحو بائس السلطات أوضحت أن الإرهابيين لم يطلقوا النار عليه وإنما ذبحوه لتجنب إحداث ضجيج بعد أن علموا أن القوات المسلحة تحيط بالمنطقة وإذا تأكدت علاقة تنظيم فارك بالحادث فسيكون مقتل الحاكم المحلي مجرد فصل في قصة نزاع طويل بين التنظيم الثوري وحزب المحافظين الحلحة في كولومبيا منذ الستينيات كان التنظيم جيشا قويا من المزارعين سيطر على أجزاء كبيرة من البلاد قبل أن يضعف لمقتل عدد من قادته ويفر العديد من أعضائه لكن إصابة أهدافهم الثمينة كما هو الحال هذه المرة يجعل من تأجج الحرب بين الطرفين احتمالا ليس ببعيد اشتركوا في القناة